صباح الخير لبنات كي ديري لبس عليكم كنتمينا تكونوا انفا متى ما كتشاهدو هات فيديو اليوم رجعت لكم بواحد الفيديو بزاف من الاخوات كي ستنوها واخيرا غادي نحطر معكم السفوف ديل رمضان ان شاء الله الله يدخلو علينا وعليكم بصحة والسلامة وطل العمر وكل سنة كنشارك معكم طريقتي البسيطة في تحضير سلو او لسفوف مهم كنديرها كواحد سفوف بواحد كيمية لي يعني ماشي كتير بزاف لي قياسي ولي كدوزيها كشهر رمضان وصراحة احنا يراك ناكلوه بزاف يعني اكتر يفصحور عزيز علينا بزافها كمع الشاي اولا مع القهوة المهم انا كي ما كتلاحظو البنات اول حاجة درتهم بعد ما نقيت قاع هاداك العطرية اللي جبت من عند العطار يعني السمسم او الزنجلان حبة حلاوان نافع عيلان مهم قاعد اكتشار بنات اللي كتوريتكم اخر مرار نقيتو وغسلتو ونشفتو تقلبان بقا يومين هو حاطه في التغاز كي نشف مزيان عاد من بعد دخلتو والان غادي بدا نحمر يعني كل حاجة على حيدة كما كتلاحظو غاناخد زنجلان غا نحمر شوية في المقنات نفس الشيء بالنسبة للإيلان نافع وحبة حلاوة واللوز كذلك توا غادي نروف الفران وبالنسبة لدقيقة اللي بنات راني يدرتو الفران هادا الاتناء اللي انا كان نوجد فيها هاد المقادر هدي راندي ديجا الفران ديلي مشعود وفيه الدقيق الابيض والدقيق ديال القمح وفي الأول كنت قلت لكم غادي ندير كيلو ديال الدقيق مخلط مع كيلو ديال اللوز ولكن فينا المنفسة راحة بويتها كان كتر شوية من القمح فدرت كيلو ديال القمح وكيلو ديال الدقيق الابيض ودرت لبنات كيلو ونصف من اللوز يعني جوج كيلو ديال الدقيق وكيلو ونصف من اللوز وإلى عقلتوه في السنة الماضية كنت يعني حمرت الطحين ديالي غير في المقلات وخدالي الوقت بزاف وكنت كتبقى وقفة عليها هكا وكل مرة كان حركوه صراحة هاد السنة هدي دتون في الفران مباشرة وما ضيعتش فيه الوقت بزاف وفي نفس الوقت مدتش فيه مجهود يعني كان وضعوه في الفران وكنخليه تقريبا واحد عشرين دقيقة كان جبدو كنحركو شوية ونعود نرجعو عثيني عشرين دقيقة خورا تقريبا خدالي واحد الوقت ديال خمسة واربعين دقيقة في الف وصفيت الطحين ديالي حمرتوه يعني بسهول ما بقاش كان نضيع فيه الوقت دى aye وضعت جوج الولد الكهوب كما قلت dealer كما قلت لكم وكيلوه وانصف ديال اللوزكام لاسف صور إنجلين رابعة كما اولا 250 غرام نافع 250 غرام خرية كما ديال حبة جلوه 250 غرام كذلك ديال يا ليل دير اربعات ديال مع الكبار من القرفة المطحونه وضعت البنات حبة ونصف الجوزة وضعت شوية المسكة الحرة هذه بالنسبة للعناصر جافة ونحركه بلاس الحر وزيت الزيتون فقط اما بالنسبة للزين فنضيفه الكمياء اخرى للوز قريبا نصف كيلو هذا البنات الاخر مرحلة سنضيف الخليط ديالي كما تلاحظو بقيت مستمرة وحاجة بحاجة تكملت القوام ديالي كامل وصراحة هذه المقلات نفعتني بزاف دائما نستعملها في طبقها كاسيوي ولا شي حاجة اللي غاد نحضرها تكون غرقة او لا نجبدها في هاد التحضيرات ديال الرمدان صراحة تنفعني بزاف بالنسبة للاخوات اللي قدروا يسولوني عليها هاديراني خديتها من ايكيا مهمة البنات هنا الآن غاد نلوز نفس الشي غاد نحمره لان الدقيق دياليها وقرب يطيب غاد نخرجه من الفران وغد ندخل مباشرة اللوز وبنسبة لبنات الدقيق ديالي لكم طبعه الحامل يقدروا هاكا في الفران وقدروا تحركوه كل مرة كيبدي يكرم هاكدا شوي وكيكون واحد الحبيبات هذو كل الحبيبات اما غتغربلوه منزبغو ترونوه من بعد في السلو اما تغربلوهم بالغربال او لا تفتلوهم غير هاكا بالاطراف ديال الاصابع وتفتحوهم هاكدا كاملين يعني مشي مشكل انهم يدلكم هاكا واحد الكوايرات ومن بعد البنات ما حمرت العناصر كاملة الان غندوز المرحلة الثانية واللي هي غادي نطحن هاد الاشياء هادي ومن هنا في الاول البنات غير الاشارة في الاول عمرت هاد الطحانة درت فيها الان والنافع وحبت حلاوه مع داك الجوزة والمسكة الحرة وبغيت نطحنهم مرة واحدة ولكن في صراحة ما تطحنوش ليه مزيان فاضطريت ان يعني نقسمهم الى اتنين يعني انا كنت نصحكم انها كانت عندكم هاد الالة هادي بالضبط فمن الاحسان ما تديروش كمية كتيرة باش منزبغو تدوروها داك الموس يضرب مزيان ويطحن لكم العناصر كاملة وتوليها كالا على شكل غبراء هنا البنات كنضيف حبت حلاوه والمسكة الحرة مسكة الحرة غير واحد شوية يعني اخذت من العطار تقريبا على مقادون 10 ديال بدراهم وصافي بالنسبة للجوزة درت وحدة ونصف وصافي غا نطحن هاد العناصر كاملة مع بعضها ونخلاء اللاجن بعد من بعد غادي نطحن الزنجلان واللوز موسيقى هنا بالنسبة للتواب الأولى هيا كلها طحنتها وضعتها في هاد البلاستيك الغدائي وده بغادي نمشي الزنجل وتاهوه غادي نضير شوية بشوية لان في غير موالبنات ايلا كترتوا على هاد الالة وعمرتوها مع الطحن شليكم مزيان فكنا اخذ غير شوية بشوية وهاكا مبقى غدا مستمر را حتى الساليت مهم وصراحة اخدالي شوية الوقت هاد الالطحن اخدالي شوية الوقت لان الالة مكبيرة اخدالي شوية بشوية 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 تساليت بقيت مستمرة تطحنت العناصر كاملة البنات ودقي قد يخرجهم الفران تهوه رحطاب او لتحمر بالنسبة له انا عندي شوية الزنجلين في المقلع هذا الزنجلن نضيفه غادي نخليها كبنة تساليت بشوية بشوية لان نضيف سفوف لي و سوف يبدل ان ننجد ان نحرك هذا العناصر كامل ونخلطها غادي نستعمل هاد الاناء هذا اللي كتوريتكم اخر مرة من ايكايا كان في واحد تخفيض كبير بزاف كنت تلقيته بشي ميو ودتعوش لدرهم وبالفعل كتفرمو هادي فكرة زوينة وغارق عندي هكالاسباس في نقدر نحذك سوف نجمع العناصر كاملة ونرجع عندكم وبنسبة لبنائة الكويرات دياد دريكي ما كتلاحظو هنا سوف نحاولها كي نفرسها بدك المعاسا ديال البطاطس ولكن في الصراحة تيخذت لي الوقت لان في الاخر كون غربلتو كون أحسن ما غربلتوش لان هاد الإناء اللي وضعت فيه البقيق اللي درت فيه الغربل غدي تشتليه كامل في الأرض فقلت ماشي مشكلة غادي نفردتو غيرها كبيد دي او نفردتو بدك المعاسا ولكن بغيمو اخدالي شوية الوقت ماشي مشكلة بقيت مستمرة هنا العناصر كاملة كما كتلاحظو اللزم بعد ما طحنتو عفوان السمسم او الزنجلان كذلك وتما عندي التوابين اللي كانت جافة كاملة والان غدي نبدأ نخدم هاد شي بالأطراف ديال الأصابيع غدي نحلها كمزين وفرستها مزيين غنضيف ربعات ديال مع الكبار من القرفاء مملوئة كيف ما كتلاحظو و سوف يتنفرس البنية هاد شي كامل ونخليه نساجم مع بعضو عاد غدي نضيف زيت الزيتون وغدي نضيف العسل عصر كلها اللزم سجمت مع بعضها وخلطتها بزيان الآن ندوز المرحلة التي نجمعها بالعسل وزيت الزيتون بالنسبة للاساتنا عندي 500 غرام العسل وهذا كلي عندي انا منقبل في تقريبا 1-200 غرام و هذا كلي عندي انا منقبل في تقريبا 1-200 غرام و هذا العسل حر و هنا ضفت الكيمية الزنجلان اللي خليتها هكدا ممطحونه وبنسبة لزيت الزيتون هالبناتنا نضيف تقريبا جوجيترو ديال زيت الزيتون يعني في الاول در تغير هاد القرعة هادي ولكن لقيت بان بقي شوية هكا ناشف فاضطريت نضيف قرعة اخرى يعني تقريبا جوجيترو ديال زيت الزيتون هنا غدي نفرق هاد العناصر باش يأولدك الكمية باش نقدرها كيا نجمعها مزيان بالعسل والزيت و بعد من بعد نرجع كل شي الاناء و دائما البنات هادي الطريقة المعتمدة عندي يعني كنحركو فقط اولا كنخلطو بهاد العناصر مكندش زبدة نهائيا كما كتعرفو زبدة هيا فيها دهون كتير و كتبقى غير صحية فالزيت زيتون ولا سل راهم كافين انهم يجمعوا لكم سلو ديالكم وانتبا طبعا الحال عنكم ميزانكم على حساب واج بريتو يجيها كي ناشف او يجيها كي مدهون مزيان فهدلي مسألة كتبقى اختيارية كل واحد كيفاش كي بري سلو ديالو من بعد البنات ما جمعت مزيان سلو ديالي مشي ترتاحيت شوية لانا الصراحة الوقفة كتعيي في الكوزينا اللي يعطينا بركتو كياخد الوقت وكيشد المجهود فسافيهن يا راكي مراحتو جمعتو هكذا بزيان وبقاتل اخر كيمية اللي قدت للكم غدي نضيف على اللوز ديالي على السفوف ديالي قدتكن في الاول تحنت كيلو ونصف ديال اللوز وخليت نصف كيلو تقريبا اللي غدي نزين به هذا غدي نهرم شوى البنات وغدي نضيرو يعني اخر مرحلة كي تبقى واحد الاضافة وصراحة كيعطي واحد البنة واحد يعني واحد القرمشة زوينة لسفوف ديالكم اللي كتبقوها كتناولوه كيعطيكم واحد تغز غيظة واحد البنة زوينة فكيجبي دائما يعني في اخر مرحلة نضيف شوية ديال اللوز سافيهن يا غدي نطحنو غدي نمشي كمدرس قبيلة شوية بشوية حتى نغين نهرم شو ماليش نطحنو بزاف وسافي غدي نبقى مستمرة ونرجع عندكم سافيهن يا جمعتو كامل بحل هكدا كيما لاحظتو هادية تكستير فينال ديالو يعني قدر نخلي بحل هكدا كيجي صراحة زوين بزاف البنات والان غريكم بطريقة ديال الزين وانتو ما كيبقى لكم الاختيار مثلا من يتبقوها كتقدموه بشي شكل مختلف او لتزينوه في شي طبق يمكن لكم تضيفو عليه شوية ديال زيت الزيتون بش هكي تجمع لكم ويجي معلك صراحة انا رجل كيبغي يجيب حال هكا ما تيبغيش يكون معلك بزاف وفازك وانا كنبغي العكس يعني انا كنبغيها كيكون شوية يعني كنحس بذلك التعليكة ديال سلو كيما كتعرفوه فانا قسمت تقريبا الكمية الى ما كاملاش نصفين وانما هناخيت واحد الكمية شوية اللي غادي نزيد لها زيت الزيتون باش نقدر نقدر نقدمها كبوا حد شكل جميل وهادك غادي نخلي بهذا الشكل نتناولوه كذلك بنفس الطريقة وبنسبة للزين كيبغي لكم طبعة لها الاختيار كيما تعرفوه في شهر رمضان الكريم وخا ما عندناش الضياف وخاف هاد الحجر الصحي ما قدروا نعودوه على حد ما قدروا مشو عند حد ولكن نقدرون زينوا الموائد ديالنا باشياء بسيطة وجميلة ونستفدوه احنا يا من من الجلسة ديال الدار ومن رمضان في الدار مرة اخرى الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله وانا كي اعجبني بزاف الابناء لقد قدموا بهذا الطريقة في هذا الاناء الكيك يجيني كجينيغو كبير فكي اعجبني كي اعجبني كي اعجبني بحل واحد الكيكا كي ما لاحظتم هنا يغطفوا ونحيدوا من المول كي تجمعها كمزيان وكي اجي شد راسه ونتزين كي بقى ختياري سنزينه بشوية ديال القرقاع شوية ديال لوز افليه شوية ديال البستاش غير هكي غير هكي غير نطيح ديال واحد ديال وصفيا ديال واحد طريقة بسيطة بزاف كي ما قلت لكم ممكن لكم تدروا احجام كي ما بغيتوا تدروا هكي كبير تدروا صغير ويمكن يبقى لكم الاختيار ارامة تفننو ان شاء الله وصفيا البنات من بعد نوريكم الشكل النهائي وتيكونا البنات هذا وشكل نهائي دي السلو اللي حضرت معاكم اليوم كيجيب هات الشكل هادا كيجيزوين بزاف ولديد ومن السم وزينتوا بواحد طريقة بسيطة كنتمنى انها تكون للاعجاب ديالكم واحد طريقة اللي تزوقوا بها كيفما بغيتوا تزينوا بها الموائد الرمضانية ديالكم وتخرجوش فيهم داك داك داكور الكلاسيك دي السلو العادي اللي كان وضعوه في الايناء فانقدرون تفنوها كوندروا منه اشكال كتيرة كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم تكون للاعجاب ديالكم كنتو اول مرة كتشوفوني اليوم ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة واضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد للاعجاب ديالكم وليكومنتيغ دائما تفرحوني وكيدعموني كندر لكم موعد قريبا جدا فكرة جيدة وموضوع جيدة نقول لكم مع واشركم مباركة والى اللقاء اشتركوا في القناة